عمرك شفت مطعم من غير مطبخ؟ أيوة مطعم بيبيع أكل وملوش مطبخ بدأ في نهاية 2022 وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة يظهر الجيل الثالث من المطابخ السحبية واللي لو قدر يفرد نفسه داخل قطاع صناعة المطاعم هيغير شكل الصناعة دي بتاتا الجيل الثالث؟ طب إيه الحكاية؟ الحكاية عزيزي ابتدت بنجاح فكرة المطاعم السحبية بنهاية عام 2021 وبداية عام 2022 ونجاح الجيل الأول والجيل الثاني اللي اتكلمنا عليهم في نمازج وأشكال المطابخ السحبية اللي اتكلمنا عليهم في بداية السلسلة ظهرت شركات كل مهمتها أنها بتخلق براندات أو علامات تجارية في الأغذية والمشروبات ولكن افتراضية ملهاش أي مكان في الوجود ولا حتى موجودة جوا مطبخ سحابي يعني بالبلد كده يا عزيزي بيخلقوا اسمه مطعم أو براند معين وليكن بورجر يونس مثلا ويعملوا براندينج ويجهزولوا قائمة الطعام كاملة ويسوا قولوا على السوشيال ميديا وتطبيقات طلب وتوصيل التعامل كل ده والبراند موجود افتراضي وملوش مكان ملموس طب يا يونس الأكل هيتعامل ويتطبخ فين انت عايز تجنننا يا عم ولا ايه واحدة واحدة علي وهقول يا عزيزي الشركات دي بعد أو حتى قبل ما تجاهز البراند الافتراضي بتروح للمطاعم القائمة فعليا وتتفق معاها أن هي اللي هتطبخ لها الأكلات دي يعني بتروح مثلا على محل بورجر قائم فعليا وليكن مثلا اسمه بورجر العيادة وتقول له احنا عملنا براند افتراضي اسمه بورجر يونس وكل اللي عليك انك تورض لنا الطلبات اللي احنا هنستقبلها أونلاين وده مقابل سعر هنتفق عليه والمحل أو المطعم اللي هو القائم فعليا اللي هو بورجر العيادة مش هيتحمل اي تكاليف سابتة غير تكاليف التصنيع بس يعني الفود كوست ولكن تكاليف التغليف والتسويق والتوصيل واي تكاليف تانية بتكون على المستثمر او الشركة اللي خلقت البراند الافتراضي ولو عايز تفاصيل اكتر عن الموضوع ده اكتب لي في الكومنتز انا يونس ودي عيادة المطاعم مش محل البورجر